موسيقى يا مساء الفل على كل حبائبنا اللي بتابعونا من كل مكان أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من لقمة هنية الحلقة دينا دخلت بشانتة السيكاكين بتي ودخلت بكيو كارد فاضي اشتركو فيه انا اعمل ايه النهاردة عشان النهاردة عملت ايه؟ النهاردة يوم البواقي انا قلت لشيف احمد الشرارة شيف المساعد وطلع لي بقية الحاجات اللي موجودة في التلاجة فهو طلع الحاجات كده ومشكورا قطعها وزبطها انا دلوقتي معاكو بعد ما نرجع من الفاصل هعمل ايه؟ هفكر معاكو هنفكر سوا ممكن المكونات دي نعمل بيها اطباق ايه؟ عندنا ايه بقى النهاردة عندنا روز ومكارونا فيه باكلاويز فيه كابوريا فيه سمكة اشربايواتكت موجودة خضروات مختلفة متقطعة توابل مختلفة انا مش عارف هي ايه هشمها معاكو ونشوف هي ايه التوابل دي فيه كمان كوسة وجزر فيه حاجات مختلفة كتير جدا هنعرف هنعمل ايه؟ هنفكر سوا هنفكر ايه؟ هنفكر ازاي نستخدم المكونات الموجودة في التلاجة نطلع بيها اطباق هنشوف طريقة التفكير هتمشي ازاي؟ هتلع الفاصل دلوقتي هارجع من الفاصل ده هقولكو بالزبط او هنفكر سواب معا اصح هنعمل ايه النهاردة استنونا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية هنفكر رجعنا من الفاصل علشان نشوف هنعمل ايه النهاردة بالزبط ايه الوصفات اللي هنعملها هحط بس حالة على النهار كده واشغل عليها درجة الحرارة هعليها علشان عايز اعمل رزة او مكرونة لان لازم يكون فيه نشويات في اي وصفة ايه الوصفة دي ايه طبق يعان طيب بوسوا مع انا افكر اعمل ايه؟ افكر ااخد البكلاويز ده مع الرز واعمل بيهم رز بالبكلاويز وممكن نحط تعالوا نقسمهم بقى هاخد كده الرز والبكلاويز وممكن نحط بقى كرفس ونحط بصل مفروم ناخد شوائه منه مش عادين ناخده كله علشان نكمل المقادير ممكن نحط لهم ايه كمان ممكن نحط لهم فلفل وممكن ناخد دي ايه دي شطة شطة مش عادين نعتس بس اهم حاجة وده توم حلو توم مع الوصفة دي جدا ناخد شوائه من البقدونس المفروم بقدونس مفروم أمش كسبرة وناخد ايه كمان ايه ده ده كاري حلو ياضا نستخدم الكاري كمان في الوصفة دي ياضا نعمل الوصفة دي هدي فيه وصفة اهيه تعالوا نكتبها سوا هنعمل رز بالبكلاويز رز بالبكلاويز اول وصفة هنعملها النهاردة تيبوا نفكر في التانية على ما الحالة تسخن تعالوا نعمل كده عايز اعمل ايه بقى كمان فيه بطاطس وفيه سمكة قشرة بياض موجودة من قبل كده ممكن نعمل صنية بطاطس بقشرة بياض انا خطي حلو جدا من زمان من انا صغير بسمك قشرة بياض تعالوا نعمل حاجة تالتة فيه كابوريا ممكن نعمل حاجة كده شبه مبكبكة الكابوريا ندخل الماكارونة مع الكابوريا في نفس الوصفة تعالوا نعمل كده يولا بينا مبكبكة الكابوريا يولا خلصنا هو عرفنا هنعمله النهاردة يولا بينا نشتغل على طول انا عندي هنا حلة بسخنها هاجيب زيت هاجيب زيت الفترة اللي كنت بادرس فيها طب كنت بادرس فيها فنون الصحي فيه شوية بس مية في الحل علشان كده الزيت بيترتش فانا باعدت عنها فانا باعدت بس مية تتبخر في الفترة دي كنت بندرس فيها ايه كمان كنت بندرس فيها ازاي تركب الأطعمة على بعض وكنت بندرس فيها كمان ايه هي النكهات اللي لايق على بعض بس فيه نقطة هنا مهمة جدا ده علم طبعا بيقول ايه لايق على ايه و ايه مش لايق على ايه لكن في النهاية انتو تقدروا تحطوا التوتش بتاعكم في الحتة دي يعني تقدروا انتو الأطعمة اللي انتو بتحبوها تقدروا توظفوها في الأكلات اللي انتو بتحبوها فتخلوا طعمها أقرب لقلبكو وأحلى بالنسبة لكو هعمل إيه؟ خلص أنا كده الزيت عندي سخن والطاسة كتسخنة جدًا هجيب معلقة خشب ألطف واجي هنا أنزل البكلاويزي على طول زي ما هو من غير أي حاجة تانية معايها وافريده كده وهو على النار هاديه رشرة من الملح ورشرة من الفلفل الأسود ووديه تقليبة أول ملونه يبقى بني يبقى يا دي علامة على إن أنا ممكن أحط المكون اللي بعد كده وهشوف هعمل ده ازاي ممكن أجيب بس طبق من وره محتاجه هادي تقليبة كمان كده بمشبالي زي الفل هعملي بقى هنزل البكلاويزي هنا هنزل البكلاويزي هنا ممتعه بس كده هنزل البكلاويزي هنا انا عملت ايه؟ سأضع كرافس بصل وكرافس هذه هي تقليبة ثم رشة شطة صغيرة رشة كاري سأعطس أو لا أعطس أو لا أعطس لا أعطس سأضع كراسك سأقلب تقليبة سأقوم بعمل جميل سأضع كراسك سأضع الفلفل الأحمر الآن سأضع معلقة من التوم سأضع كل هذا التوم سأضع نصف كمية التوم لذلك سأستخدمه في وصفة أخرى سأقلب تقليبة ثم سأضع الرز سأقلب كمية الرز كافية سأضع أخر سأضع أخر سأضع أخر لذلك سأضع كلنا سأضع ملحة وفلفل أيضا سأقلب الآن مثل الفل سأضع الماء سأضع ماء سخنة لأن هذا الرز ليس منقوع كنا نتحدث قبل كده وقلنا لو أنتم تستخدموا رز منقوع سأضع ماء سخنة لو هذا الرز ليس منقوع سأضع ماء برد عادي جدا هل هذا كده كافي؟ أه حلوة كمية سنزل دلوقتي بالبكلاويز وصفة سهلة جدا كمان البكلاويز يا شباب مش غالي يعني تقدروا تعملوا الوصفة لي ليس ستبقى مكلفة تماماً هغطي عليها لغاية ما تتشرب وبعدين هغطي عليها بعد ما تتشرب تعالوا نرجع بقى الماء دي علشان أكيد أكيد هنحتاج نستخدمها تاني في وصفة تانية من الوصفات اللي إحنا هنعملها ناخد بس اللي إحنا خلصناه كده اللي إحنا مش محتاجينه غطي ده هنا زي الفل كبا طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني عندي هنا سمكاية أشر بياض وعندي بطاطس وأنا عايز أعمل سمكاية أشر بياض بالبطاطس تعالوا بس نجيب ايه نجيب طاجن نسوي فيه السمكاية دي طاجن كده أحمر لايق على السمكاية سمكاية ونجيب كتن بورد نحطها هنا وناخد السمكاية دي زي ما هي كده هنا السمكاية دي أعيز أقطعها سمكاية سمكاية خط كده الديل سمكاية هنا وبعدين سمكاية الجزء الثاني ممكن برضو ايه نسهل العملية نقطع من الناحية الثانية ونجي نقطع كده يبقى الموضوع أسهل بكتير ناخد قطعة السمك الثانية ونعمل هنا برضو قطعة كده زي ما عملنا في الجزء الثاني الرأس بقى دي يا شباب ممكن تتعمل فيها ايه؟ الرأس دي ممكن جدا تتعمل شوربة يعني لو انتو مشاعين تاخدوا تدخلوها في الطبخة مشاعين تدخلوها في طاجن السمك ممكن تتعمل شوربة بكل سهولة نعملنا قبل كده مرة شوربة سمك بالعضم بتاع السمك او بالشوق بتاع السمك اتمنى تكونوا تفرجتوا هالحلقة دي وشوفتوا بتتعمل ازاي انا بكسر بس شوق السمك بكسر عضم السمك علشان اعرف الطاحة بسهودة بكسر بالعضم او بالشوق السمك هذه السمكة متربية على الغالي او حميد فقوية جدا تروح الجم خاطعت السمكة اللي لقد خدت منها الجزل اللي انا عايزها دول حلوين دي ممكن اضعها في الطاجن هتدي طعم حلو هحطه بداش نعمل احنا كده كده عملنا شوربة مسبقا دعونا نأخذ هذا ونرجعه وراء دعونا نخسل أدينا سأقوم بها السمكة سأجب لها من وراء بولا سأضع السمكة ثم سأضع الملح والفلفل الفلفل أسود نضع أيضاً رشة أو نضع معلقة من التوم نبص بس على الرز لكي أريد أن أتمنى ما هي الأخبار ماشي كويس لسه ما تشربش هسيبه لغاية ما يتشرب قبل ما وطي عليه عايز تبص عليه بوحميد أهو بص عليه بصة كده هنا تمام طيب هعمل أيه كمان هنا هحضر بقى حاجة أسوي فيها أو أبتدي فيها تسوية تاجن السمك ده هعلي هنا النار شغل دي كمان تسخن التاسا وهقول لكم هنعمل إيه حالاً هجيب البطاطس هستخدمها في الوصفة دي ممكن نحط بقى الفلفل الأسفر مع شوية كمان من الفلفل الأحمر يلا بينا نعمل كده انت بصيت على الرز يا محمد نجيه تقليبة كده واحدة سريعة شايفين خلاص كده شبه تشرك فل دقيقة واحدة ممكن استنى دقيقة واحدة كده بس ووطي عليه واسيبه يستوي رز بالبكلاويز بسيط جدا وسهل جدا هعمل ايه هنا تاني كده هستخدم بقى هستخدم البطاطس مع شرايح البصل وهحتاج ايه كمان هحتاج معجون شلس الطماطم وهاحتاج طماطم بقى مش اخدهم كلهم طبعا عشان هما يجيعمل بمكبكة وحويت بردو خير لبالكو هنا التاسة بتسخن لسه ما سخنتش هحط فيها شوية زيت الرز كده خلاص هغطي عليه واجيبه على العين دي ووطيها وخالي العين العالية دي عليها التاسة اللي انا هعمل فيها السمك اللي انا هعمل فيها هتاجين السمك بالبطاطس عندي بس نقطة هنا مهمة جدا البطاطس بتستوي فوقت اطول بكتير من السمك فدو انا حطيت الاتنين مع بعض ودخلتهم الفرن اللي هيحصل اللي هيحصل ان السمك يبقى مستوي تسوية زائدة عن اللزوم وانا مش عايز ده يحصل فهعمل ايه؟ هسيب شوية البطاطس هنا في التاسة على النار تاخد تاخد نص تسوية عشان لما حطها مع السمك وتخش في الفرن الاتنين يستوي مع بعض مش عايز ولا ان البطاطس تبقى مستوية قليل ولا ان السمك يبقى مستوي تسوية زائدة عن اللزوم هواطي بس النار على الرز لان هو خلاص تشرب هو بس كده هيقعد يستوي مش محتاج له حاجتين هنا الزيت بيسخن ممكن نجرب تجربة كده حلو هحط هنا البطاطس شرايح البطاطس لوحدها من غير اي حاجة ولا ملح وفلفل ولا لسه حطيت اي حاجة ولا بصل ولا اي شيء لسه مدخدش في المرحلة دي يا دوبك هي شرايح البطاطس بس ممكن بقى دلوقتي احط كده رشة من الملح والفلفل فوق البطاطس وهي على النار فلفل اسود رشة زهيرة هستنى مش هقلبها لغاية ما تاخد لون كويس من كل جانب من الجوانب بتاعتها تمام كده زي الفلفل ممكن نختبر بقى نشوف كده نفتح نشوف ايه الاخبار هلا خدت لون ودا لسه قولي يا وحميد طيب اطلع فاصل ونرجع من الفاصل ده تكون البطاطس خلاص تشوحت نشوف هنعمل ايه بعد كده في الوصفة دي وصفة تاجن السوق استنوا موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم مرة تانية رجعنا من الفاصل وقبل الفاصل كنا سايبين البطاطس على النار تتشوح تعالوا نشوف هل خدت لون ولا لسه خدت لون تمام بصوا بقى اللون ده مش بس هيساعد في ان هي تستوي أسرع في الطاجن لا كمان هيدي طعم حلو جداً للبطاطس طعم تشويحة حلوة كده هو ده اللي احنا عايزينه بالزبط نقلب كل واحدة البطاطس كده فوضل اتنين بس مقرب نهومش نقلب دين ونقلب كمان دين كده احنا زي الفل طيب هنعمل ايه تاني هنشيل البطاطس من الطاصة نحطاها هنا هو قد خلاص حاطينا البطاطس من الطاصة في نفس الطاصة دي هنكمل المقادير بتاع الطاجن البطاطس بالسمك الطاجن ده انا مش عايزه ممي مي قوي مش عايز فيه صوس كتير عايز الصوس يبقى مزبوط علشان مش عايز الصوس الكتير يضيع الطعم الغني الاصلي بتاع السمك تعالوا نشوف هنعمل ايه بالزبط هنجيب زيت وبعدين نجيب شوية من البصل المفروم شوية من الكرافس المفروم وطبعا توم مفروم كمان السمك بيحب التوم جدا تقليبة سريعة ملح وفلفل محتاجهم ملح فلفل اسود نقلب تقليبة دلوقتي ممكن ااخد معجون صلصة الطماطم ودي التقليبة استمر في التقليب سوف نضع مكعبات الطماطم ونقلب نضع الفلفل الاصفر نحتاج اخف قوام الصوس نحن نحتاج شوية مية ممكن شوية مية ممكن ناخد بقى شوية خلص غيرين كده هيزودوا المزازة بتاعت الصوس ده واجي هنا ااخد الطاجن احط فيه هنا البطاطس مش هكده حطيت البطاطس في الطاجن بعد كده هقلب تقليبة للصوس بعد محصطية الخل نقلب تقليبة ونضع قليلة من المياه نقلب تقليبة كمان هم شايفينه القوام جميل جدا لطيف جدا ونكشوية مية كده كفاية جدا مش هكده مية تاني خلاص هقلب بس تقليبة المياه ده كفيلة بانه هي تعمل ايبا تعمل حاجتين الحاجة الأولونية تسوي البطاطس كويس البطاطس محتاجة مية حتى تستوي كويس هتسوي البطاطس كويس تاني حاجة هتعملها هتضيف طعم حلو لقطع السمك نفسه احنا مولعين بس الفرن تعالوا نتأكد ان الفرن شغال زي الفرن زي الفرن زي الفل زي الفرن هقدي تقليبة كده لصوص الطماطم ده وبعدين هاخده زي ما هو كده هحطه هنا على البطاطس هاجي هنا هحط صوص الطماطم على البطاطس بعد ما عملت كده هاجيب قطع السمك اللي انا كنت مجهزها وهدي تقليبة خلي بالكم انتوا بتقليبوا السمك عشان الشوك بتاعه ما يعوركوش هتدي بقى اخد كده ايه قطع السمك هتدي بقى احطها والراس دي انا مش هستغنع عنها هحطها هنا في الطاجن ههز كده طبعا السمك همتتبلة من فوق زي ما انتم شايفين بملح وفلفل وعليها كمان توم فهي متبالة كفاية مش لدي انتوا بقى لمسة السمك السمكة دي هيبقى ليها طعمين مختلفين طعم للجزء السفلي للسمكة وده هيبقى طعمه سوص طماطم مع شوية من طعم البطاطس والطعم العلوي للسمكة هيبقى فيه طعم ايه؟ هيبقى فيه طعم شاوي سمكة مشوية لان هي مش لمسة المية كمان في نفس الوقت فيها طعم التوم والملح والفلفل هنولع الشاوية او هننق هنولع الفرن فوق وتحت وهنخلي درجة حرارة عالية ليه درجة الحرارة تبقى عالية؟ لان السمك من الاكلات من الروصفات انها متحتاجش وقت كبير في التسوية فمحتاج الدرجة حرارة عالية فترة قصيرة يبقى استوى وزاي الفل طبعا زي ما قلنا البطاطس احنا عاملين فيها ايه؟ احنا مشوحنها مسبقا عشان متاخدش وقت في التسوية يلا ندخل ده في الفرن ونسيبوا كده يرقد فيه سلام ونقول لكم هنعمل ايه تاني؟ تعالوا نعمل دلوقتي مبكبكة 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 بالكابوريا فيه كابوريا هنا اهي ممكن نجيب لها ايه؟ اوه ممكن نجيب لها نفس الكتنج بورد اللي احنا كنا منقطع عليها السمك حتى لو عليها بقايا سمك ليش اي مشكلة هما اللي اتنين سيفود ما عندناش فيها اي مشكلة نجيب هنا الكابوريا نضعها كده نضعها كده الكابوريا الصغيرة ممكن نسيبها زي ما هي التلاتة دول هسيبهم زي ما هم كده هنضعهم هنا الكابوريا الكبيرة هقسمها نصين بالسطور دلوقتي دي كمان هقسمها نصين بالسطور وارجع بقى السطور ده وراء بالسكينة بكل الحجاب بتاعته نغسل ادينا ونرجع نكمل الوصفة يلا بينا تعالوا بقا نجيب لها ايه دي تعالوا نجيب لها طاسة تكون غويتة شوية او حل غويتة على حسب ما انتو حابين تستخدموا فيها او حل غويتة على حسب ما انتو حابين تستخدموا فيها هنا جبت حل غويتة ونحن نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هعلي درجة الحرارة على ايه اقصى درجة حرارة ممكنة اقصى درجة حرارة موجودة عندكم لنظروا ايه؟ نعمل ايه؟ وأشوف أستخدمها بالزبط وأشوف أعمل فيها إيه هابتدي بإن أنا أحط زيت أول حاجة أحطها في الوصف دي هي الزيت شوية حدوين كده من الزيت وهستنى لما الزيت ده يسخن علما الزيت ده يسخن هشوف هستخدم إيه طبعاً هستخدم الكابوريا هستخدم شرايح البصل وهستخدم الكوسة الماكرون دي ستبقى حلوقي جماعة وهستخدم حلقات كوسة وحلقات إيه وحلقات جذر نأخذ الفلفل وطبعاً هنأخذ طماطم ومعجون صلصة طماطم ليس لازم الفلفل الأصفر ده عشان غالي بلاش تستخدموه لو موجود عندوك في البيت تستخدموه مش موجود خلاص مش لازم يعني طبعاً ملح وفلفل تعالوا نأخذ كرفس ونأخذ كسبرة بلاش رطة عشان بنكح ومنها تسجامد ونأخذ الماكرونة نفسها وطبعاً الروز مالي هيدي طعم حلو جداً كده خلاص احنا عارفنا احنا عايزين نعمل ايه احنا كده جاهزين نعمل ايه احنا عايزين نعمله يلا ننزل بالماكرونة في الزيت السخني كمية من الزيت هنقلب ونشوف هنعمل ايه بعد كده حمر الماكرونة كيفين فيه قطع من الماكرونة بدأ لونها يتغير فيه اخرام تحاول تهرأ بره كده تعالوا بصوا على الروز بصوا كده بصوا يا محمد هنا الروز فاضلي عليه خمس دقيق بالزبط شايف شكله عامل ازاي؟ زي الفوليا يلا بينا نقفل مرة تانية عليك كده من سبالي حلو جداً هاجي بس حاجة اطلع فيها الماكرونة دي عشان اقول لكو هعمل ايه بعد كده تعالوا ناخد الماكرونة دي بره النار طيب هعمل ايه بعد كده بقى دلوقتي انا هنزل بالكابوريا بعد الكابوريا هواديكو ازاي هشوح الخضار جدا ننزل بالكابوريا صحيح وحش صحيح تفين الكابوريا ما نزلتش ميتها ده معانان انتصاصة سخنة جداً وكويسة بس هي محتاجة شوية دهون فانا هزويد لها شوية زيت حلوين كده زيت حلوين كده وهي على النار كده هتدي أن نزل لها الخضار بتاعها هنزل البصل تقليبة هستنى دقيقة كده أو أقل من دقيقة كمان هستنى كام ثانية كده بعد البصل هتحط الجزر نتابل بالملح والفلفل ملح فلفل أسود أشياء مريحة بحر قوية جداً أشياء مريحة سيفود قوية جداً شيء أريد أن أقول لكم مهمة جداً السيفود وإنتم تشتروه كيف تعرفونه سليم أو ليس سليم أو أريد أن أقول لكم بمعنى آخر أو بشكل آخر طعم السمك، ريحة السمك عفواً أو ريحة الجنبالي أو ريحة الكابوريا ما ينفعش تبقى زفرة هي المفروض تبقى ريحتها بحر متواعفين ريحة البحر عندما تقعدين على الشط كده بتشموا ريحة البحر في سنة ريحة كده غير معتادة في الطبيعي هي دي ريحة طبيعية لو أنتم حسيتوا بزفرة زايدة عن اللزوم دي أول علامة من علامات التحلل يعني ده معناه أن السمكة دي ليس المفروض تشتروها أو قطعة الكابوريا مش مفروض تشتروها أو الجنبالي ده ليس مفروض تشتروها فالشم أو حاسة الشم هي من الحواس اللي إحنا بنعرف نحجد بها هل الأكل فاسد ولا صالح طيب، يولا نقلب تقليبة هنا دلوقتي هنزل بالطماطم و هنزل بالكرافس غنية جداً على الوصفة دي طيب، هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هننزل بمعجون سلسة الطماطم مش كتير، عشان مش عديدين اللون أحمر قوي عشان بقيت مكونات اللون هيباني هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هنحط عود من الروز ماري هنا وبعدين نحط الكوسة آخر حاجة نقلب تقليبة ليه حطينا الكوسة آخر حاجة عشان هيبستوي بسرعة جداً 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 دلوقتي هنزل بالمكارونة بعد المكارونة فاضلية البقى دونس مش هحطه دلوقتي زي ما احنا متعودين مع بعض دايماً بنحط الخضرة أو العشاب بعد التسوية و احنا طلعين من الانور على طول مش فضل شوية مية علشان يسووا طبق الخطير ده أو الحلة الخطيرة ده شوية مية كده حلوين المكارونة تستوي فيهم مش محتاجين حتى نغطي الحلة بالمية هو مشوية مية كافين جداً ان التسوية التم ناخد الغطة بتاع الحلة ونغطي نحركها كده ونسيبها دوقتي ما تستوي لازم نشقر على الفرن نشوف اخباره ايه الدنيا ماشي زي في الفرن تماماً السمكة بدأت تشوي من فوق والسلسة تحت بتبكبك بتغلي وده مؤشر كويس جداً اقول ثاني يا احمد يلا هناخد دلوقتي فاصل بعد الفاصل هنرجع نشوف اخبار السمك اللي في الفرن ايه هنرجع نشوف اخبار المكبكة ايه هنرجع كمان نشوف الرز اخباره ايه واني غريبه استنى موسيقى 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 يا اهلا وسهلا بكم مرة تانية رجعنا من الفاصل بعدما كنا سبنا المبكبكة مبكبكة الكابوريا على النار وفي نفس الوقت الرز كنت بقولكم ان هو فضل عليه ديئتين تلاتة ويستوي هو فعلا استوي شكله يفرح جداً صوته حتى وانا بقلبه بالمعلقة كده وهو عمال يقرقش كده البكلاويز بيقرقش في المعلقة صوته حلو جداً رز مستوي حلو جداً هنغرفه دلوقتي حالاً وهنبص على المبكبكة انا بس محتاجة بص على الفورن تاني مش عايز اي تسويه زيادة عايزها تبقى مزبوطة خلاص فاضل استوت على فكرة مش محتاجة اي حاجة تاني حتى بس سمع مش هاغرفها غير بعد ما اغرف الرز واغرف كمان المبكبكة يلا بينا نعمل كده حالاً دلوقتي مع بعض هجيب هنا الطبق اللي انا عايز اغرف فيه الرز وابتدي ااخد بقى وفيه حاجة مع منهاش مهمة جداً ان احنا محطناش هنا اولاء الكوزبرة على الرز بنحطها بعد ما نطفي ونقلب بحيبش احطها على السطح من فوق كده بحيث ان هي مالهاش كده يا دور محتوطة كده كده كدور تجميلي كمان لما بنحطها جوه الحلة السخنة ونقلب تعمل بقدونس او الكوزبرة او الشبت اي ان كان نحطين خضرة ايه بيطلع جداً ويبقى قوي جداً ويخش في الاكلة نفسها يرد لبقتي نغرف الرز ده رز خطير جداً هيتاكل كده واحنا بناكل هنقضنا مصمص في البكلاويز ده اعيزكوا بقى تجربوا الرز ده كده او عايز اقولكوا على حاجة من فترة كده كنت في تركيا كنت في شغل هناك حاجة ليها لقبة الطبخ مؤتمر على الطبخ وبعدين هناك في الشارع بقى بيعملوا ايه؟ بيبيعوا عارفين بلح البحر الاسود ده كده عارفينه بيبيعوا بلح البحر ده محشي رز بيبيعوا في الشارع زي ما عندنا كده عندنا ناس في الشارع بيبيع كده ايه؟ حبوشي مثلاً او بيبيعوا بلح بحر محشي رز في الشارع ويدوك معاك كده ايه؟ نص لامونة في الاول كنت مستغرب شوية بس لما دقته كان طعمه خطير طعمه فضيع جداً انا هعمل هو لكم هره في حلقة من الحلقات عشان من جامعة تجيلكوا فرصة تروحها في اي حتة انا هجيبلكو الحاجات اللي براها هاعمل ايه؟ تعالوا نبصة على مكرونة بصة نقلبها تقليبة ونشوف وصلت لايه؟ نشوف اخبارها ايه بالزبط تمام ممكن ناخد قطعة مكرونة ندقها نشوف اخبارها ايه هلستوت ولا لا تعالوا نحطها هنا كده ونقفل ونديها قلدنتي مستوية وفيها عضة في النص مثالية حلوة جداً تعالوا بس الأول نطلع على السمكة لكي استوى وانا زي ما كنت بقولوكو من شوية مش عايزوا يستوي زيانا عن الازوء تعالوا نعمل ده ده الوقت مستوية تسوية عظيمة جداً السمكة اتشوت السمكة استوت وفي نفس الوقت ما بقيتش مستوية سوية زيانا عن اللجوم قاعدت في الفرن يا دوبك ربع ساعة بس ربع ساعة دي كفيلة بان هي تطلعها مزبوطة ممكن نحطرها هنا كده شوية آآ بقدونس ونقلبهم في السوس نفسه نجيب معلقة كده وندفن البقدونس ده نقلبه كده في السوس نعمل كده نفس القصة هنا وبقدون هنا كده بطاطس حلوة جداً نقلبه هنا تقليبة كده حلوة بسيدي حاجة كده ايه آخر عظم تعالوا تباين البطاطس حتى لو انتوا تتفرجوا على الفيديو ده على اليوتيوب انتوا شايفين من هاجوة بطاطس بسامك بقى نفسه هتلاقوه سي الحلاوة شايفين عمي ازاي هلوة جداً طيب هنعمل ايه كده مش فاضل غيري ان انا اغرف مبكبكة الكابوريا هاخد الطبق تعالوا مبكبكة وهاجي هنا هنجيب حاجة نغف بيها هنستخدم دي كمان وهاجي هنا هبتدي اغرف مبكبكة الكابوريا شايفين بقى الخضار ازاي ما تهراش الخضار محافظ على قوامه محافظ على شكله ليه هو ما تهراش وليه محافظ على قوامه عشان احنا حطناه في الوقت المثالي حطناه في الوقت المزبوط محطناهوش من اول التسوية مبتدناش بيه في الاول فما تهراش مننا دي حاجات بسيطة جداً بس بتفرق جداً جداً في طعم الاكل مكرونة بقت مستوية زي ما قلتلكم كده تسوية مثالية تسوية حلوة جداً هنعمل نقلب دي كده هنعمل ناخد واحدة كمان من هنا هنحطها هنا هواد كده حلو جداً محتاجين بس كده نجيل منديل مزبطها دي كتت وصفات النهارده النهارده كان يوم طلعنا فيه الحاجات اللي كتت موجودة في التلاجة ما كنتش كاتب وصفة وما كنتش فعلاً عارف إلي موجود على السفرة أو إلي موجود على التراويزة أنا هستخدمه في الطاب لما جيت وأنا واقف معاكو فكرت ممكن أعمل إيه لقيت عندي بواقي من السي فود شوية باكلاويز سمكية إشربياد وحدتين تلاتة كابوريا عملنا بيهم تلاتة وصفات النهارده عملنا باكباكت الكابوريا عملنا رز بالباكلاويز عملنا كمان طاجين بطاطس بسمكة إشربياد أتمنى تكون حلقة النهارده عجبتكو تابعونا كل يوم في النفس المعاد من واحدة إلى اثنين شوفكو بكرا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة